السلام عليكم يعطيكم العافية جميعا طلاب التوجيهي انا ماجد رح اكون معكم بشرح مادة اللغة الانجليزية بالحصة الماضية بلشنا بشرح المادة تحديدا الوحدة الاولى واخدنا قاعدة المضرع البسيطة ضل بس علينا نحل اسئلة اختيار من متعدد اوضاع دائرة عليها وبعدين رح ننتقل لقاعدة الماضي البسيطة بيحكي لي هون choose the correct answer from the options اختر الجواب الصحيح من الخيارات number one the earth فراغ around the sun هلأ بالحصة الماضية حكينا عن الجمل اللي ما بتحتوي دليل وجملتنا هون لو بدنا ندور على الدليل ما فيها اي دليل حكينا كمان عن الجمل او الكلمات يريب تدل على الحقائق اذا ما وردت بالجملة كان في عنا كلمات مثل earth moon sun وكمان عيد الاضحى نطلع هون على الفراغات عنا بال a عنا revolve b عنا revolve و c عنا revolve هلا بحكي لي هون بالجملة the earth الارض الارض فراغ around the sun حول الشمس ورد عنا كلمة earth و كلمة sun ما يعني انه 70% 80% الجملة خلص مضارع بسيط لانه يعني هي القاعدة الوحيدة يلي بتحدثت عن الحقائق و بطلع هون على الفاعل الفاعل عنا the earth وهو فاعل مفرد لذلك بدور بالخيارات على فعل بيحتوي على حرف الاس او اس اذا ما كان لا ينتهي بيه هلا بالفراغ عنا revolve هلا revolve معناها يدور اوكي ماشي هو verb one او فاعل مجرد خليع نحكي ولكن ما بيحتوي اس و انا بدور على فراغ بيحتوي اس الفاعل فيه هلا ببيع عنا revolve هلا revolve هون مضاف لها حرف اس لذلك هي الجواب هي الجواب لانه انا هون بطبق على المضارع البسيط و احنا حكينا بالحصة الماضية انه بس يكون الفاعل مفرد انا بضيف اس او اس للفعل وذكرنا حالات اضافة اس للفعل لما ينتهي الفعل بالاحرف c h s h x u o رح ننتقل الان لجملة رقم اثنين بجملة رقم اثنين بحكيلي احمد ثراغ 20 years old هلا انا هون بطلع على الجملة ما فيها اي دليل نطلع على الخيرات عندنا wants is where هلا الفكرة هون انه الواحد مش كل يوم عمره بيتغير الواحد كل سنة عمره بيتغير ومستحيل العمر انه ينقص دائما العمر بده يزيد لذلك تعتبر هذه الجملة حقيقة ماشي لما انا احكي عن شخص فلاني انه عمره والله 20 سنة فهاي حقيقة مستحيل تتغير يعني لو بتتغير بتتغير كمان سنة لما الشخص يكبر فبدور بالخيارات على فعل بي المضارع هلا اذا بنتطلع على الخيارات عندنا خيارات من الفعل بي هلا عندنا was is where am هلا احنا هون بنشتغل على الاستثناء مثلا انا خلص عرفت انه هاي قاعدة مضارع بسيط فما بدي اي فعل ماضي فبستثني ال was وبستثني ال where كمان ضل عندي is أو am هلا بالحصة الجاي ان شاء الله لما ناخد المضارع المستمر رح نعرف انه ال is بتروح مع الفاعل المفرد وان بتروح مع الفاعل i لذلك بما انه احمد هو اسم علم مذكر ومفرد رح يكون الجواب عندنا is ومثل ما حكينا هاي حقيقة ما بتتغير الى بعد سنة مستحيل العمر ينقص العمر بيزيد لذلك تعتبر حقيقة ما بحلها على الماضي ولا بحلها على المستقبل بحلها على المضارع البسيط بجملة رقم 3 بحكيلي every friday وبيكمل we farang on a trip هلا بطلع اول اشي بجملتي ما بروح اطور على الخيارات في عندي every friday كل جمعة واحنا حكينا انه كلمة every هي واحدة من دلائل المضارع البسيط دائما بدور بالجملة على مفتاح حل اول اشي بعمله بدور على مفتاح حل انا هون ما بجيبك تفهم معنى الجمدة او تكون عارف معنى كل كلمة موجودة بالجمدة انا بهمني ان انت خلص تعرف كل قاعدة مفاتيح الحل تبعتها وكيف تميز بين القواعد اللي لها مفاتيح حل متشابهة رح ناخد لقدام شوي العائلة التام وهدول الترث قواعد رح يكونوا وفيهم مفاتيحة المتشابهة رح اعلمكم كيف تميزوا بينهم فevery بحد ذاتها من دون friday تدل على المضارع البسيطة بسيطة لذلك بدور بالخيارات على فعل ينتهي باس او اس او ما بينتهي بيكون حسب الفاعل لو كان الفاعل جميع بدور على فعل ما فيه اي اضافات بيكون فعل مجرد او او لو كان الفاعل مفرد بدور بالخيارات على فعل مضاف له اس او اس هلأ عنا الفاعل هون وي طبعا يا طلاب الفاعل دائما يسبق الفاعل في تركيب الجملة احنا تعودنا باللغة العربية انه الفعل اول اشي بيجي بعدين الفاعل مثلا لما احكي درست سلمة كتاب اللغة العربية فعنا اول اشي درست بعدين سلمة لكن باللغة الانجليزية اول اشي بيجي عنا الفاعل بعدين بيجي عنا الفاعل ودائما الفاعل يعني حتى مش دائما يعني أحياناً بيكون الفاعل قبل الفراغة يعني عنا هون وي فراغ ان اترب هلأ وي اللي هي نحنو إذن هي الفاعل فهي ضمير فاعل جمع نحنو لذلك بدور بالخيارات على فعل ما فيو اس أو اس هلأ نشوف الخيارات عنا ايه هي وينت طبعاً ماضي ما ما باخدها بستثنيها من خياراتي بي عنا going احنا لسا ما فتنا على قاعدة المستقبل ولا كمان فتنا على قاعدة الاستمرارية احنا حكينا انه احنا رقينا الدليل او مفتاح الحل وهو every friday او every الحل اذا بتحبو فبالتالي انا هون ما بحكي عن الاستمرارية اذا بستثيها كمان من خياراتي بضل عندي يا اما جو يا اما جويز احنا حكينا ان الفاعل عنا جمع عشان هيك بدور على فعل ما فيو اس ما فيو اس لذلك جوابي رح يكون go مش goز لو كان الفاعل مفرد كان الجواب رح يكون goز ولكن الفاعل عنا جمع لذلك رح يكون الجواب هو go رح ننتقل لجملة رقم 4 بحكي لي هون every night هدى فراغ story بطلع بجملتي والله اول الجملة عنا دليل وهذا الدليل هو every night نفس الجملة السابقة every دليل من دلائل قاعدة المضارع البسيط لذلك انا بطبق مضارع بسيطة بدور بالجملة على الفاعل بلاقي الفاعل عندي هدى حكينا كيف بنلاقي الفاعل 70% الفاعل بيجي قبل الفراغ هدى فراغ story هدى اسم عالم مؤنث اذا هي مفرد عشان هيك بدور بالخيارات على فعل وضيف له s او es حسب حالة الفعل هدى بيئي عنا read وبيبي عنا read كان الفاعل مفرد اكيد رح يكون جوابي هو read بما انه حكينا الفاعل هو مفرد الجواب هو read رح ننتقل لجملة رقم 5 بجملة رقم 5 لعنا اول اشي ببداية الجملة فراغ بعدين عنا ali فراغ lunch at restaurant طبعا عنا هون بنهاية الجملة question mark علامة استفهام ما يعني ان الجملة جملة سؤال وحكينا بقاعدتنا دائما اول اشي بحط الفاعل المساعد بعدين الفاعل بعدين الفاعل بدور هون بالخيارات في عنا does وعنا الفعل it بالفراغ b عندنا do وعنا yet وبالفراغ c عندنا do وعنا الفعل r هلا اول شي بطلع على الفاعل تبعي حكينا انه الفاعل بيجي بالنص بين الفاعل المساعد وبين الفاعل الرئيسي هون اكيد رح نحط الفاعل المساعد do او does حسب الفاعل مفرد او جمع واكيد هون بالفراغ رح احط الفعل الرئيسي وتذكروا انه الفعل الرئيسي هاد رح يكون خالي من اي اضافات هلا اعندي هون الفاعل الي وهو اسم علم بذكر اذا هو اسم مفرد انا رح اتعامل معه معاملة المفرد حكينا المفرد بياخد does والجميع بياخد do بدور بالفراغات او عصم بالخيارات على does بيضل عندي بس اي هلا لو نفترض انه كان في خيار رابع وكان فيه دلسة بس كان عندي اشكالية بالفعل it واحد كان عنده فعل base او مجرد من الفعل it والتاني كان مضاف له s برأيكم مين رح نختار اكيد رح نختار ال a لانه الفعل لازم يكون مجرد دائما بقالدة المضارع البسيط الفعل لازم يكون بالسؤال وبيننا فيه مجرد خالي من اي اضافات لانه فعليا يسبق بخينا نحكي فعل مساعد فتعتبر قادة المضارع البسيط انه استثناء انه بحالة النفي او بحالة السؤال خلاص لازم يجي الفعل مجرد ما فيه اي اضافات لا تصريف تاني ولا تصريف اتقل لجملة رقم ستة بحكي لي بطلع على جملتي بدور والله ما فيها اي دليل من دلاء المضارع البسيطة فبس عندي هون ايد الاطحا حكينا احنا الكلمات اللي بتدل على الحقائق هي earth sun moon بالاضافة الى ايد الاطحا هكينا ان عيد الاطحا دائما بيجي بموعد محدد من السنة الهجرية ما بيتغير ابدا لذلك هو يعتبر حقيقة كيف مثلا انه الشمس اوافن الارض انه بتدور حولين نفسها وحولين الشمس وبينتج من كل شيء اشي معين سواء الفصول الاربعة او الليل والنهار ايد الاطحا نفس الشيء هو حقيقة ثابتة لا تتغير مثل ما الماء بيغلي عن درجة 100 سيريسيوس كمان ايد الاطحا حقيقة ثابتة يأتي كل سنة بنفس الموعد في العشرة من ذو الحجة بالرجوع الى التقويم الاسلامي هلا انا هون سؤالين اذا رح اضيف للفعل اس او ما رح اضيف له اس اكيد ايد الاطحا هو مفرد مش جمع لذلك رح اضيف للفعل اس لانه فاعل مفرد وكمان الجملة انتهت بنقطة فهي لا تدل على جمع اعفوا لا تدل على سؤال ولا تدل على نفي بدور بالخيارات اذا على فعل مجرد وضيف له حرف الاس باي عنا بيغين هلا ما رح اعتبرها جواب صحيح لانه مش مضاف لالها اس وانا فاعل تبعي هو فاعل مفرد وهي حقيقة ثابتة تطبق على المضارع البسيط اذا انا بدور على فعل فيه اس او اس لذلك تستثنى من الخيارات بروح على الخيار بي عنا بيغين نلاحظ انه اضيف لها حرف الاس اذا تطبق على القاعدة خليها شوي ما رح ناكس عليها بسي عندنا بيغين هلا بيغين هي التصريف من الفعل بيغين عشان هيك احنا ما بنعتبرها جواب لذلك جوابنا رح يكون هو بيغين اذا جوابنا بيغين مش بيغين لانه ما تم اضافة اس او اس لالها وسي مش الجواب لانه بيغين التصريف الثاني من الفعل بيغين لذلك جوابنا هو بيغين اذا رح ننتقل الان لجملة رقم سبعة بجملة رقم سبعة عنا سامي فراغ early every morning هلا كلمة every هي دليل من دلائل المضارع البسيط لذلك بدور بالخيارات على الفعل المناسب للفعل حكينا سبعين بالمية الفاعل دائما يسبق الفراغ نلاحظ انه هون عنا الفاعل هو سامي سامي اسم علم مذكر وهو مفرد لذلك بدور بالخيارات على فعل مضافة الو اس او اس خلينا نشوف الخيارات اي عنا get up غلط لانه لم يتم اضافة اس لالها بget up هي صح خليها وسي عنا getting up هلا مبدئيا احنا لقينا المفتاح تبعا مضارع البسيط لذلك انا ما رح اطبق على المضارع المستمر او الماضي المستمر لذلك الفراغ عفوا ان الخيار سي خطأ الجواب الصحيح اذا هو الخيار بget up بجملة رقم 8 الجملة ببلشة عنا بفراغ بعدين عنا eating a lot of sweets فراغ اول بضل الجملة منتهية ب question mark علامة سؤال اذا انا هون بحكي عن جملة فيها فعل رئيسي وفعل مساعد لاننا الفعل المساعد ما رح يكون does او do شغلة ثانية كيف عرفت انه هاي الجملة لو طلعت عليها ما رح الاقي فيها مفتاح على المضارع البسيط من المفاتيح اللي احنا نعرفهم always sometimes never وإلى آخرها بس خليلا نركز شوي بالجملة بحكي لي هون eating a lot of sweets اللي هي تناول الكثير من الحلوة فراغ our body's health انه بتجعل اجسامنا صحية هلا ممكن هون هو بيسأل عن شي يعتبر حقيقة خليلا نحكي لانه فعليا يعني تناول الكثير من الحلوة اصلا ما بيعمل الجسم صحي وانه ما يعني ممكن اصمح الله تنصاب بالسكر فهو ليس صحيا ابدا لذلك الممكن احكي عن هاي الجملة انها جملة حقيقة او انه ما رح يتغير هذا الشي لانه فعليا اذا رحت على اي شخص بيتناول كثير من السكر من دون ما انه مثلا يكون في فترات زمنية مناسبة بين كل مرة بيأكل فيها سكر واكل بكميات كبيرة كمان ممكن نصمح الله ينصاب بيداء السكري لذلك انا حي ممكن اعتبرها حقيقة هلأ بالنسبة لالفاعل فاحنا حكينا انه جائما بجملة السؤال اول اشي بيجي عندي يا اما دو يا اما داز حسب الفاعل اذا الفاعل مفرد او اذا الفاعل جميع خلينا نطلع هون على الجملة عنا اتنق 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 وهي تناور الكثير من الحلوة هلأ ممكن بعض الطلاب يطلع على سويت انه حلوة فخلص بحكيلك هي جمع بس احنا حكينا من المرة الماضية لما اذا تتذكروا لما اخذنا جملة drinking a lot of water هي شرب الكثير من الماء حكيا أننا نعاملها معاملة المفرد وليس معاملة الجمع لأنه هي تناول ليس تناولات هي تناول كثير من الحلوة eating a lot of sweets سأدور على الخيارات على فعل does ليس do أدور على does لأن eating a lot of sweets تناول كثير من الحلوة تعامل معاملة المفرد وأنا أعطتكم إياها مضاحة للحصة الماضية إنه أي فعل بينتهي ب-ing ويسبق باسم يعامل معاملة المفرد ولو أنت ما كنت تعارف المعنى في الامتحان تطلع عنا هون eating فعل انتهى ب-ing a lot of sweets sweet حلوة وهي اسم إذن عنا فعل ing سبقة باسم إذن دغري طوالي تعامل معاملة المفرد نطلع للخيارات ب-a عندنا do make ما أدو غلط ما أخذها إذن أي غلط bb عندنا did و make هلأ did هي ماضي وأنا نجمنا تبعتي أبدا مش ماضي بسيط هي مضارع بسيط إذن خطأ بروح على c عندي does وعندي make وهي خيار صحيح مئة بالمئة does لأنه الفاعل مفرد eating a lot of sweets وعندي make التصريف الأول من الفعل وهاي الملاحظة مثل ما أنتوا شايفين عندنا فعل زائد ing زائد اسم جميع يعامل معاملة المفرد وأتمنى أنكم تتذكروا هاي الملاحظة مني هيك إحنا بنكون خلصنا قاعدة المضارع البسيط خلصنا حل جمل فيها أسئلة صحيح الفعل وخلصنا جمل على أو خلينا نحكي بأسئلة الضاع دائرة أتمنى تكونوا استفدتم من شرح القائدة ومبلشين السنة بإهمة قوية وطموح عالي ربي يبارك فيكم وبجهودكم ويعطيكم ألف عافية